نستقبل دكتور محمد بن حمو الخبير في شؤون الأمنية دكتور حياك الله أهلا بك معنا أهلا وسهلا جوهر لماذا هذه السرعة في تبني تنظيم داعش لعملية جاكرتا وكيف نفهم استهداف اندونيسيا فعلا هو بشكل سريع بادر تنظيم داعش إلى تبني هذه العملية عبر إحدى القنوات المنتسبة إليه في حين أنه لازال تأخر في تبني بشكل مباشر الأحداث الإرهابية بإسطنبول ولكن هذا يؤكد بأن هذا التنظيم هو يسعى إلى إظهار قوته وقوة ضربه بنقل معاركه الإرهابية إلى مجالات مختلفة سواء بأوروبا أو بإفريقيا أو من خلال وإن كان بطريقة غير مباشرة من خلال تفجير الذي عرفه المسجد بالكاميرون عن ضريق بوكو حرام ولكن بالأساس التفجير بإسطنبول والآن بجاكرتا هي ضربة من خلال هذا التنظيم أولا يؤكد بأن أسلوبه في تعامل مع العمليات قد تطور فهي ضربة إرهابية تشابه إلى شكل كبير الطريقة التي نفذت بها العمليات الإرهابية بباريس في شهر نوفمبر الأخير من خلال استخدام كوماندو وكذلك سمعت بعض الخبراء دكتور يتحدثون ويقولون أن تبني العملية ليس دليل على أنها من تنفيذ هذا التنظيم قد يستثمر بين قوسين أحط خط عريض على يستثمر هذه العملية في التعريف والترويج له هل هذا ممكن؟ هذا ممكن ولكن في هذه العملية بالضبط هناك عدة مؤشرات تؤكد بأنه له علاقة ولو غير مباشرة بهذه العملية أولا أن العقل المدبر لهذه العملية والتي دبرت من الرقة هو من أندونيسي انتقل أو التحق بداعش قبل أزيد من سنة وأن كان هناك ترتيب لها ثم كذلك المنفدين وطريقة التنفيذ سواء من خلال التفجيرات أو كذلك من خلال الضرب أو من خلال التنقل فهي بصمات تؤشر على ذلك طيب لماذا استهدف اندونيسيا وجاكارتا بالمت أكيد أن لأول مرة داعش تضرب في اندونيسيا ولكن اندونيسيا لم تستهدف لأول مرة من طرف أحداث إرهابية ولعل في الأحداث الدرامية والإرهابية لبالي لا زالت حاضرة بالأدهان ثم هناك كذلك مؤشر لأن هذا دليل على أن داعش لها القدرة على أن تضرب في أكبر دولة مسلمة من حيث ديمغرافيتها وكذلك في عمق جنوب شرق آسيا وهو منتقى لطرق سواء بالنسبة لأستراليا أو لمجموع هذه المنطقة ما أهمية هذه المنطقة بالنسبة للتنظيمات الإرهابية وما حجم تواجد هذه التنظيمات في اندونيسيا وفي جنوب شرق آسيا بصفة عامة هو وجود ليس بالجديد ولا يرتبط بداعش فقط كان هذا الوجود منذ أفغانستان وقد انتقل العديد من المقاتلين الإرهابيين من أندونيسيا إلى أفغانستان ولعل هؤلاء هم الذين كانوا قد وضعوا الجسور الأولى بين هذه التنظيمات الإرهابية المتعددة النشطة في هذه المنطقة وتنظيم القاعدة في السابق ثم داعش الآن هناك إشارات قوية إلى أن هناك تواجد العشرات من المقاتلين الإرهابيين من أندونيسيا الذين التحقوا بداعش ثم هناك خاصة أن أندونيسيا تمتاز من حيث ممارسها الدينية بعدم الغلو ولكن هذا يمؤشر إلى أن الحركات أو التنظيمات الرديكالية والتنظيمات الإرهابية استطاعت أن تجد لها موطئا في هذه المنطقة من خلال كذلك بعض النشاط في العديد من الدول المنطقة سواء بالفلبين أو بماليزيا كذلك وبأندونيسيا بالأساس وهي كذلك امتداد إلى مناطق جغرافية أخرى سواء بأستراليا أو بالعديد من المناطق في جنوب الشرق آسيا تنفيذ داعش لعملية إرهابية خارج سوريا والعراق هل يعني هذا حتميا أن الخناق ضاق عليه داخل هاتين المنطقتين وإن كان لا فما إلى ما يؤشر ذلك أكيد جوهران بأن الخناق أصبح يضيق على داعش في سوريا والعراق وهذا كان أمرا منتظرا فكلما اشتد الخناق على داعش في سوريا والعراق وكلما تقلصت المساحات التي يسيطر عليها وكلما لم تعود داعش قادرة على مواجهة هذه الضربات فكان منتظرا أن تنقل حربها إلى مناطق أهرة هي من خلال هذه المحاولات تفيد بأن لها أدرع متعددة ولها شبكات متعددة ولها القدرة على الضرب في مناطق متعددة ومختلفة في أزمنة قريبة جدا لذلك فكانت داعش قد أولا هددت أندونيسيا بعمليات إرهابية ونحن نعلم بأن العمليات التي تمت فيها هذه الأحداث الإرهابية هي عملية محصنة وهي منطقة محصنة وهي كذلك برمزيات سبع قرب القصر الرئاسي أو قرب السفارة الأمريكية أو قرب كذلك لمركز مالي استهداف أجانب سياح أجانب هناك إشارات قوية رمزية من خلال هذه العملية وبالتالي أعتقد بأن من خلال الرسائل التي تسعى داعش إلى حملها من خلال هذه العمليات بأن لا زالت لها القدرة على الضرب وأن جاكرتا وإن كانت تتهيأ أو تنتظر عمليات فهي لم تستطع أن تتفادها للأسف شديد فبالتالي كانت داعش قد وعدت بعاصفة إرهابية وتبدو من خلال ما أصبحنا نتابعه يوميا الآن بأنها تظهر قدرتها على الضرب وقدرتها على نقل المعارك إلى مناطق أخرى طيب هل تنظيم داعش يتحرك وفق استراتيجية مرسومة ربما لا نعرف جميع معالمها أو هو يتحرك فقط بين الفينة والأخرى بدربات موجعة أي نعم ولكنها تبقى عشوائية لا أعتقد بأن ضربات عشوائية وهي ضربات مدروسة وهذا يؤكد بأن كانت له خريطة للأعماليات التي يمكن أن يقوم بها وأنه وطد خلال الفترة السابقة للعديد من الخلايا النائمة وكذلك للعديد من الشبكات وهيئة نفسه لهذه المرحلة أكيد أن داعش يستفيد الآن من نقطتين أساسيتين الأولى هو تملكه لعدد هائل من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين التحقوا به تانيا أن هناك أزيد من 76 جنسية يعني من المقاتلين الإرهابيين الذين التحقوا به ثم كذلك استطاع أن ينسج العديد من الخلايا النائمة في العديد من المناطق يمكنه الآن أن يحركها وهو ما تم لأنه يبدو أن العملية تم على الأقل من ناحية التخطيط لها في الرقة وإن كان التنفيذ في جاكرتا فبالتالي هي صور مماثلة للعمليات السابقة فبالتالي نحن في مرحلة جديدة ستتطلب الكثير من اليقضاء والكثير من التعاون والتنصيق وللأسف الشديد يعني داعش في هذه المرحلة ستسعى إلى إظهار بأنها لا زالت لها القدرة على تنفيذ عمليات إجرامية مثل هذه التي عرفتها جاكرتا الدكتور محمد بن حمو الخبير في القضايا الأمنية والاستراتيجية شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات اشتركوا في القناة